فالمرضة دول بيبقى الحل الايدي اللي هم اما تغيير نمط الحياة بصورة دائمة او ان احنا نبدأ تغيير نمط الحياة ده بجراحات السمنة بمناسبة تكايوسات المبيض ويتأخر الانجاب في بعض اطباء النساء ما بيرداش يجري الـ IVF او الحقن المجهري لو الوزن يكون ويقوله طب ولو المريض اصر وراح عملها في حتة تانية ما بتنجحش بنسبة كبيرة جدا 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 بتعدي بتسعين في المية بسبب انه وزنه كبير جدا تكايوس مبيض فيه مشكلة فممكن في النهاية الحمل ما بينجحش او حتى عمليات الوسائل اه ده اكيد ويبقى حاجة دعوية اشارت الانقطة مهمة ان الطبيب لما بيبدو للنصح المريض بحاجة معينة ايوا غالبا المريض هو عايز مزبط اموره الاجازة بتاعته الوقت الفلاني انا عايز اعمل فيه كذا فييجي طبيب امين ينصحه بشيء معين فيقول لا انا النصيحة دي لا تناسبني مع انها هي الاصحة وهي اللي هتديله نتيجة سليمة فيستشير حد تاني بيكون رأيه ان احنا اه ممكن مدام انت طالب غض النظر عن النتيجة خلاص احنا هنجوفرت طبعا يعني انا لو هنصح مريض هقول له لا يعني اسمع كويس اسأل كويس اكيد الدكتور اللي بيحاول يوقف شغله ده ويمع انه هو يعمل لك عند وجه نظر صحيحة يعني في بعض الاحيان اه يعني انت بتبقى يعني عارف فكرة المريض اللي بي اللي بيحاول يختار الجراحة في الوقت اللي ينسبه هو مش الوقت اللي هو مناسب لحالته لحالته واللي هتديله نتيجة سليمة واللي هتديله نتيجة كويسة ممكن ده بيقابلنا احنا في بعض المرضى يعني اللي عندهم خلط ما بين جراحات السمنة وجراحات التجميل اللي هو انا جاي اعمل تكميم انا جاي اعمل كذا ممكن يكون وزنه اقل من الاستدعاء الجراحي او الاستدعاء الطبي لانه هو يعمل العملية اه هو مثلا معامل كتلة جسمه 32 يا سيدي انت مش محتاج عملية وانت مجرد بس شوية تغيير في نمط الحياة وتعمل شوية رياضة ودايت كده بسيط الدنيا هتتحسن فجأة بتلاقيه بيكلمك بعد شهر انا عملت العملية مع عفلان الفلاني يا سيدي انت اصلا مش محتاج تعمل العملية وكلما كان المريض لا يستدعي عمل الجراحة دي كلما كانت المضاعفات غير مقبولة لان دي عملية جراحية لها بعض المضاعفات فساعتها المضاعفات غير مقبولة بالمرة واحنا قلنا المرة فاتت نظرية الاسنسير او انت في الدور الاول ليه تاخد الرسك من انت تاخد الاسنسير يعني يعني الرسك دائما يكون مبني على وجهات نظر على قناعات مستعجل مسافر ومش عارف ايه هتجوز كمان مش عارف ايه فرعيز هو حل سهل يعني هو جراحة السمنة بالنسباله شايف انها حل سهل ما يعرفش بقى ايه المضاعفات اللي ممكن تكون بعد جراحة السمنة ممكن ان هي كان يستغنى عنها مش بس مديا ولا وقت ولا مجهود لا بشكل عام انه لو اتبع نظام حياة كويس او لايف ستايل كويس ممكن الدنيا يكون احسن بشكل جديد شكرا